في إنجاز أمني نوعي حققت وزارة الداخلية المركز الأول في فئة أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي أدى إلى ضبط عدد من شبكات تهريب المخدرات وذلك ضمن فئات الجائزة التي تنظمها سنويا الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ويتم تسليمها خلال انعقاد مؤتمر رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بالدول الأعضاء وأكد مدير عامل إدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن تعليمات الفريق أول معالي وزير الداخلية ودعم معاليه لعمل إدارة مكافحة المخدرات يقف وراء تحقيق هذه الجائزة مشهيدا بالمتابعة الحثيثة للفريق رئيس الأمن العام وحرصه على تطوير منظومة التدريب للكوادر الأمنية وأوضح أن هذا الإنجاز تتويج لجهود إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في سبيل مكافحة هذه الأفا والتصدي لمخاطرها على المجتمع في مجالات عديدة ترجمة نانسي قنقر